من أحكام الحج سين هل يجب بيع ذهب الزينة لدفع تكاليف حج المرأة ومحرمها في حال عدم توفر المال؟ جيم من شروط وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعا بماله وبدنه ومن الاستطاعة بالمال أن يكون عند الإنسان مال زائد عن حوائجه الأصلية والحوائج الأصلية ما تقوم به حاجة الإنسان من مأكل وملبس ومركب ونحو ذلك فإذا كان عند الإنسان شيء فاضل عن حاجته ولا يتأثر إذا استغنى عنه فإنه يلزمه أن يبيعه ليؤدي فريضة الحج ومن الحوائج الأصلية للمرأة الحلي الذي تتزين به فإن كان ما معها من الحلي على قدر حاجتها من غير زيادة ولا إسراف فلا يلزمها أن تبيعه لكي تحج وإن كان زائدا عن حاجتها فإنها تبيع الزائد لتحج الفريضة والله أعلم